لكن هتوقف عندي آخر المستجدات الخاصة بتقنية الحكم الفيتجي والمساعد تقنية الفوار انت لما طبعتها انت بترتقي بالمسابقة وبتوصل لمرحلة من الأداء المحترف لمسابقة هتبقى كبيرة جدا والناس كلها بتتفرج وبتبعها لأن أفرخة كلها ما بتطبعش هذه التقنية إلا مصر والمغرب والكل كان بيحاول يصبع ويقول أن مصر الحمد لله كان لها الرياضة وطبقات التقنية في مباراة الدور العاب معنى أنك تناقش آخر المستجدات وفي تفكير في إلغاء تقنية الفوار انت هنا بترجع بقى خطوات للخلف يعني أنا بنشيد أن فيه تشكيل ربطة الأندية وبنشيد أن فيه مراعاة للمصالح الأندية المصرية وفي تعديل في قيد يناير لكن في نفس الوقت لو فكرنا أو خدنا قرار بإلغاء تقنية الفوار لأحنا بنرجع كده عشرين تلاتين سنة لورا ده لا يجوز وما ينفعش وأيا كانت الظروف اللي ممكن تعوق اللجنة عن تنفيذ هذا الأمر اللجنة الخماسية أنا بشيت بقى في الجزئية دي اشتغلت على أن إزاي يكون فيه تقنية الفيديو واشتغلت على إزاي أن يكون فيه كرة موحدة في الدور العام فبالتالي الناس فكرت وطورت الكرة وطورت المسابقة بشكل كويس اللجنة اللي هتيجي بعدها لازم تكمل لو فيه أخطاء تعالجها أو تزود لكن تتراجع في قرار مميز زي ده وتلغي التقنية أعتقد أمر هيكون فيه ضرر كبير جدا للأندية والنادي الآلي تحديدا كان طلب كثيرا ومرارا وتكرارا أن التقنية لازم تكون موجودة وبالفعل التقنية وجدت في الدور المصري ماينفعش نلغي هذا الأمر في ظل أن الكل بيحاول يشوف الأحدث ويطبقوا يعني لو عندك مشاكل في التقنية شوف المشاكل اللي فيه ايه وحلها عندك مشكلة مع الشركة المسؤولة شوف مشاكلها فين وحلها لكن تلغي ده هيكون أمر غير مقبول بالمرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نطمن بقى على تدريبات الأهل والاستعداد لمباراة دجلة بعد الفوز الكبير في مباراة الأمس على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل لا شيء